وفي خبر عاجل وردنا للتوة أعلنت وزارة الداخلية قبل قليل أن جاحا بالإيقاع بشبكة متطرفة تمول تنظيم داعش وتزوده بالصواريخ والأسلحة وقالت الوزارة في بيان لها أن الشبكة تضم مواطنا وعددا من الوافدين من الجنسيات السورية واللبنانية والمصرية والأسرالية وأشارت الوزارة إلى أن عددا من المتهمين تم ضبطهم وإحالتهم مع المضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة فيما لا يزال عدد آخر منهم خارج البلاد وأكدت وزارة الداخلية عزمها على مواصلة التصدي لأية محاولات إرهابية أو متطرفة تحاول تهديد أمن الوطن وأمان مواطنيها داعيتنا الجميع إلى تعاون ومد جسور التواصل مع أجهزة الوزارة المختصة بما فيه الصالح العام